اليوم كان تواجه بقاعة عبد الواحد الخادرين بمدينة الجديدة للمشاركة في اليوم الدراسة من طرف الشبكة الدوكالية عبد السيفتي كرئيس الجامعة الوطنية جمعية حمية البيئة تواجه دينا وكان طرح مجموعة من النقاط فيما يخص البيئة والمشاكل التي تعرفها المنطقة الدوكالة وبالضبط منطقة أزمور وكذلك السيد علي بن حمدوش وكذلك الحوزية من خلال هذا الاجتماع أو اليوم الدراسي كان تم تقديم مجموعة من العروض من طرف بعض المؤسسات ديال الدولة وكذلك بعض الجمعيات التي تشتغل في المجال البيئي فمن خلال هذا الاجتماع أو هذا اليوم الدراسي تم طرح واحد مجموعة ديالتوصيات من بينهم التوصيات إنقاذ منطقة مصب نهر أم الربيع وكذلك إنقاذ منطقة توجه الساحلية وكذلك الاهتمام بمنطقة ديال أزمور هذا كان تخصوص أو كان إشارة لبعض الجمعيات من طرف اللزام ونظمة التي طرحنا واحد مجموعة ديالنقاط في هذه التوصيات وهذه التوصيات من خلاله بعد نهاية الاجتماع كان هو اللقاء اليوم الدراسي تمت توقيع شاركة بين شبكة الدكولية والجمعيات المجتمع المدني التي تستغل في المجال البيئة هذه الجمعيات التي تضمن سبعات الجمعيات بإقليم سيدي بن نور وإقليم الجديدة نتمنى لهم إن شاء الله مسير موفقا ومن خلال هذه الشاركة ومن خلال هذه التوصيات لغدد ترفع الجهات المعنية ومسؤولة من أجل تنفيذ المطالب العادلة ومشروعات للساكنة وعلى رأسهم الجمعيات الناشطة التي تشتغلها والتي تدافع على هذا المجال ديالبيئالي هو مجال حيوي يمكن أن كذلك هذه الجمعيات هذه أنها قامت بمجموعة من تقارير للجهات المعنية ووصية وتحيي لكم جميعنا وشكرا حضرنا لهذا اليوم طراصي لنظمات الشبكة مشكورة شبكة الجمعيات الدكولية هنا بمدينة الجديدة موضوع بالغ الأهمية وإشكالية البيئة من خلال هذا برنامج الترافع إشكالية البيئة بمنطقة الدكولة وحضروا فيه مجموعة من الجمعيات سواء من جديدة أو من أزمور أو من سيدي بن نور أو الوالدية الجمعيات التي تعكس واحد للحيس البيئة واحد للنضال للفعالية المجتمع المدني في منطقة الدكولة تم تركيز كانت مداخلات للجهات الرسمية كمؤسسات من خلال هذه المداخلات أحطوا كانت شخيص المشاكل التي تعانيها دكولة وكانت مقترحة للجمعيات المجتمع المدني وهم الجميع على نجاح هذا اليوم التراسي من خلاله تم وضع مجموعة من التوصيات التي من خلالها ترفع الجهات المعنية بدورنا كممتلي للجامعة الجمعية البيئية في المغرب كان حضور من أجل إدلاء بالدلو في هذا الإطار وتم التركيز على الدراسة التي قامت بها الجامعة بخصوص إشكالية نهر أم الرابع ومصب نهر أم الرابع وكذلك غابة الحوزية كمناطق جغرافية كتعني المنطقة دكولة وتعاني خلال المشاكل البيئية نتمنى أن التوصيات تلقى طريقها للتفعيل وأن الجهات المعنية تأخذ هذه التوصيات وعلى الاعتبار في الدراسة المستقبلي وفي كل ما يتم تخطيطه له مستقبلا حتى تكون هناك تنمية مستدامة إن شاء الله للأجيال القادمة